أستاذ عايزة أروح لك في مسألة تحديات مسألة تحويل الأعمال الأدبية لأعمال درامية والسينماية هل التحديات في استقبال الجمهور لي أم التحدي في الصناعة نفسها؟ بالعكس إحنا أنجح الأفلام يعني في اللازرق كان عن رواية فبالتالي نجح نجح كبير ما هو وراء الطبيعة زي ما هيك ذكرتي وغرفة 707 الاثنين ما تقدموش غير بعد وفاتة أحمد خار التوفيق برغم الراجل كان موجود طول الوقت وكان محاق نجح كبير جدا بس لما لجأوا لهم الصناعة ضمروا النجاح فهي الفكرة كلها أنه فين المنتج اللي يجازف بحاجة زي كده ثانياً طول ما النجمة بيقراش رواية ما فيش حاجة هتنتج لأن للأسف منظومة النجمة اللي هي ماشية عندنا بالعكس إحنا المفروض الحصان بينطلق العمل الفني ينطلق وبعدين يركب في العربية اللي وراء يركب اللي يركب لأنه مش فارقة معايا مين البطل أو مين النجم لكن طول ما إحنا العربية بنحطها قدام الحصان النجمة هو المتصدر حمص لفكرة أن هو عشان هيطلع فيها بيضرب خمسمية أو البنت هتطلع بتركب طيارة خاصة طول ما إحنا بنتكلم في كليشيهات ونمط استهلاكي لأن للأسف برضو أنت نجومك زمان كانوا مثقفين كانوا بيقروا المين كانوا متربين على إيد مين يعني كل إناق ينضح بما فيه فكرة أن طالما النجم دوت متكلف دماغه متكلفة بيقرأ موسوع الثقافة زي نور الشريف فترستة هقول لك كل ما باعد ويجي للحظ أن ناعد مع نجم ويشتغل مع فنان الكبير نور الشريف يقول لك ما كانش في البروفوت بيسيب الكتب منه لا خالص دي جملة سمعتها من الناس كلها فبالتالي أنت الأوتبوت أو المستخرج من الفنان النجم ده أكيد سيبقى على قد قيمته لكن أنت النهاردة أنت عندك فقر كبير في الفنانين بمعنى أن للأسف فيه محدودية لأغلبهم في الحكاية أن مهتمين بالشو والمظاهر أكتر بكتير من فكرة أن أنا طب أقرأ إيه طب أقدم عمل عمل إزاي فبالتالي طول ما من نجم ما بيقراش الروايات إحنا مش هنقدم الروايات طب أنت قلت فيه الله أزرق نجاح كبير زي الفيل الله أزرق ما يشجعش أن إحنا نعمل أفلام شبه دي تاني